محمود الدبل كل ما هو متعلق بتشغيل الزجاج للمرحلة التانية الشركة طبعا اتولدت كبيرة عندها تنوع في المنتجات الزجاج بتاعتها اضافت فكري جديد للسوق المصري في مجال الازاز كانت طبعا صاحبة تطوير في المجال ده باصناف كتيرة ومتعددة ما كانتش بتنتج قبل كده في السوق المصري كانت اغلبيتها بتيجي استراد سواء كان زجاج ملون او زجاج عاكس وابتدوا يخشوا السوق بمنتجات جديدة ما كانتش موجودة في السوق قبل كده زي الازاز الفيستا كلير لايت احنا تعاوننا مع بعض على مدار اكتر عشر سنين مرتحين في التعامل مع بعض وهم شركة فعلا شركة كبيرة وشركة انا كمسؤول عن شركة الامل اكن لهم كل احترام واتمنى لهم التوفيق واتمنى انهم يبقوا يعني من الرواد المجال ده على مستوى العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة